اللحم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمدين وعلى الله وصحبه اجمعين طلب الصف الثاني سنوي اهلا معيك في حلقة جديدة ان شاء الله بإذن الله معاينا اليهاردة مرجع الكيميا تانية سنوي الحلقة دي من اهم الحلقات ازاي الحلقة دي من اهم الحلقات? الحلقة دي اهم حلقة في الكيميا علي القناة ليه اهم حلقة؟ لان في الحلقة دي ان شاء الله هنراجع كل منهج كيميا الباب الاول والباب الثاني تانية سنوي فلو انت وراك حاجة رو theory on account and rever its folder with captions اسمع الحلقة دي الحلقة تقريباً هتبقى نص ساعة مش كتير طيب بالنسبة للفيزياء أمستر بالنسبة للفيزياء المراجعة هتنزلة حوالي من 3 أسابيع موجودة على القناة وان شاء الله مستمرين في البوكلايت وكمان مستمرين في حل نماذج الفيزياء كل اللي عايز منك لو أول مرة تشوفنا أول مرة تشوف القناة افهم مع الماسترو انت الوقت يعمل لايك وسبسكرايب وكمان لا تتشترك في القناة ومساعدة الجرس بداية كده أقول لك ملخص سريع عن المراجعة بتاعتنا المراجعة بتاعتنا مراجعة أنا اللي عملها المجهود بتاعنا بالنسبة للمراجعة فهي ملخصة كل المنهج يعني النقطة الأسية كل النقطة الأسية موجودة في المنهج تعيس ان المنهج ملخص في 6 صفح لو انت ان شاء الله اللي امتحان بقى في البيت فانت مش هتحتاجها اللي هي هتفتح الـ 6 صفح دول هتختار منهم اللي انت عايزوا حسب السؤال اللي جاي لك تمام؟ فالحص الجاي ان شاء الله هنحل منهم يعني زي الفيزيك ده هنحل منهم بس فانيجل أول حاجة بقى والباب الأول واللي هي ايه واللي هي نماذج الزرات والعلماء أول حاجة معنا كده بسم الله عندنا الفيلسوف ديموكراتس اللهم صلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد مين الفيلسوف ديموكراتس؟ هتقول بس عنده نبزة مختصرة ايه النبزة دي؟ انهو مكتشف الزر جميل طيب أرستو عمل ايه؟ هتقول أرستو تحويل المعايد الرخيصة إلى معايد غالية هتفضل ليه تفتح الكتاب وتتعيب نفسك؟ لا ملخصها في ورقة جميلة وكمان لما انت تكون ملخصة بنفسك وكادر الكلام ده بنفسك غير ما تكون سكرينشوت بيكون أحسن بكتير لأن انت لما ترجع الملخص انت اللي عامله بنفسك فبتكون عارف مكان كله نقطة واللي هو بيكون سهل عليك كده وبتخلص بسرعة لكن مثلا لو المصر هو اللي عاملك الملخص بلاش ابيض عنه تمام؟ لازم انت اللي تكون عامل بأيدك طيب قلنا أرس ان هو ايه تحويل معايد نخيصة إلى معايد غالية وده طبعا هو ايه اللي شل علم الكمياء لفترة طويلة طيب رقم ثلاثة العالم بويل مين العالم بويل ده هتقول نبزة مختصرة اللي هو العنصر هو مادة بسيطة لا يمكن تحليلها إلى ما هو أبسط منها ده الكلام اللي ايه اللي قاله طيب نموذك زرد دالتون طيب هنا بقى نمازج الزرات أول حاجة عندنا دالتون أيوة ايه فروض النظرية بتاعته قالك ان العنصر يتكون من زرات جميل قوي ايجي السؤال يقولك مين اللي قال العنصر يتكون من زرات داناموذك زرد مين يجيوا لك دالتون ولا تومسون ولا روزرفورد ولا بور لا طبعا تقول له دالتون تمام وكمان قالك ان الزرة مسمطة غير قابلة للتجزاء وكمان كتر زرات العناصر واحدة متشابهة وقانون النسب السبتة يا مصر انتنا بتشرحش ليه لان احنا في حصة مراجعة يعني بنلخص المنهج مفروض انك عارف كل الكلام اللي انا بقول له طيب بلا نموذك زرد تومسون عمل ايه اشعية الكاسود لو الكاميرا مش واضحة معاك فانا بعتذر حاول انك تسمع مني وتكتب تمام حاول انك تسمع مني وتكتب طيب نموذك زرد تومسون اللي هي اشعية الكاسود اشعية المنهبط او الكاسود قلنا لك ان هي بتتكون من دقائق سالبة الشحنة بتتكون من دقائق سالبة الشحنة تصير في خطوط مستقيمة ذات تأثير حراري وتتأثر بالمجال القهرابي والمغراطيسي فينا سؤال جميل قوي انه يقول لك هنا بتشبه مين طبعا بتشبه مين الالكترونيت ان هي طبعا سالبة الشحنة هو بتصير في خطوط مستقيمة بس جاي سؤال كده في بوكلت من البوكلاتات بتاعة الكيميا فحبيت بس ناوه عليه تمام انه هنا بيشبه مين اشاعت الكاسوت تشبه الالكترونية طيب قالنا ليه كمان قالك ان الزرّة عبارة عن صمامة ومتجنسة من الالكترونيت سالبة الشحنة واشاعة الكاسوت طبعا journalists fighting 셀بة الشحنة قالك ان اشاعة الكاسوت مثل الالكترونات يعني نفس الالكترونات بالятно كدى نشوف كده بقى نموذك زرّة رازرفويرد طيب قالك اول حاجة الزرّة قالك ان هي مpaidة بتتركيب وتشبه المجموعة الشمسية يقول لك بين اللي قالك ان هي معقدة تركيب وتشبه المجموعة الشمسية تقوله روزرفورد طيب النواه ما لها بقى النواه قالك ان هي صغيرة جدا ويتركز بها كتل الزر تاني صغيرة جدا ويتركز بها كتل الزر وتوجد بينها وبين مدرات الالكترونيات مسافات كبيرة وشحنتها مجاب دي تقريبا اصعب حاجة عندكم النظري ده او الجزء بتاع النظري هو مستعب بس اللي هو انت بتفضل تدور في الكتاب فبتتعب نفسك فالجزء بتاعي النظري تلخيصه جويس جدا طيب بالنسبة يا مستر للجزء التاني اللي هو بتاع التطبيق اللي هو الباب التاني سهل جدا وتلخيص بتاعي اجابة جدا فيلا بينا بقى انقل بكده معي النظري لان النظري ده انا بقول لك اهو اصعب من تاني تمام قلنا ان النواه شحنتها مجابة الشحنة طيب الالكترونيات طبعا دي سالبة الشحنة وكتلتها سبكون صغيرة جدا مقارنة بالنواه طيب فشلت نموذج زارت رازرفورد في توضيح مدارات الالكترونيات حول النواه مدارات الالكترونيات فشلت في تحديد مساره طيب ناخد بقى نموذج زارت من نموذج زارت بورد ناخد تسعة فروض اول حاجة قالك ان بيوجد في مركز النواه بيوجد في مركز الزره نواه مجابة الشحنة جميل تاني حاجة عدد الشحنات السالبة لالالكترونيات الالكترونيات بتساوي عدد الشحنات الموجابة داخلها ليه مين؟ ليه البرتونات تمام يبقى الالكترونات بتسوي عدد الشحنات الموجبة طيب وعندك كمان قوة طرد مركزية وتعادل قوة جزب النواة الالكترونات قوة الطرد اللي هي مين؟ لو مثلا لو عندك مستويات طاقة مثلا ادى واحد اتنين تلاتة لو ما انا عايز اطرد الالكترون من هنا الهنا لما اجي رجعه هستخدم نفس الطاقة طيب حلو طبعا ده كله موجود في الكتاب طيب رقم اربعة بتضل الالكترونات في مدارات نسابتة محددة اين هي طاقة الالكترون بتسوي طاقة المدار تاني طاقة الالكترون بتسوي طاقة المدار طيب عدد الكم الرئيسي اللي هو الان تمام؟ مين اللي اثبت الكلام ده؟ عمك بور طيب الزرة تكون مستقرة الزرة تكون مستقرة مين اول حد قال كده؟ بور طيب الزرة المصار مين؟ بور طيب الكوانتم ايه هو الكوانتم؟ مقدار الطاقة المكتسبة و مقدار الطاقة المفجودة. لسه ما ما سوف المفجود الإلكتروني. جميل. طيب. العندهي من خطوطيّف. خطوط المرئيّة م اي حاجه تحتاني من اي حاجه تحتانيه تحتاني مرئيّة. طيب مين اكتشف الدق المرئيّة, خطوطيّف تحتانيوяв من يحض الأدماء? بقر. طيب في حتى برضو هنا بتكون منبع سؤال بيجي كتير جدا. يقول لك الطاقة بياخد طاقة كبيرة منين? من اتنين الى واحد? ولا من تلاتة الى اتنين? ولا من تلاتة الاربعة? ولا من اربعة الخمسة? طبعا الطاقة بتاخدها بالمسافة دي. لو جيت تشوف من اتنين الواحد اه ده بياخد طاقة كبيرة عليه لانه بيختاج مسافة كبيرة. السؤال ده بيجي كتير جدا. بيتقرر كتير. من اتنين الواحد طبعا دي اكتر طاقة بياخدها. طيب من ثلاثة الاثنين اقل شوية. من اربعة لثلاثة اقل شوية. طيب بالنسبة للضوء المريء اهو زي ما قلتي لك اي حاجة فوقل اثنين. تمام? من اثنين لثلاثة دجن الاحمر. ومن اثنين وعلم صلع النبي من اثنين لاربعة دجن الاخدر. ومن اثنين لخمسة طلع الازرق. ومن اثنين لستة طلع الموف. طبعا ده ايه? ده اللي هو ضوء المريء. طيب. نيجي المميزات زر بور. مميزات زرert بور طبعا اللي هو قاطف الخاصة لزارة الهايدروجين زي ما احنا شفنا كده. وكمان قالك فكرة الكم والقوانطوم. طيب. ايه يا فكرة الكم? طبعا لسه انا اخده دلوقاتي اللي هو ال ان و كمان ال ال و كمان ال tray و ال Goo all ml. طيب. عيوب زررة بور. عيوب زرره هو قالك الهايدروجين بس تمام؟ تمام. قالك زارة الهايدروجين بس. ما جبش حاجه تانية غيرها. طيب. واعتبر ان الالكترون جسيم مادي فقط قال ان الالكترون جسيم مادي فقط ويمكانية تحديد وموقع وصرعة الالكترون في وقتا واحد دي طبعا جانت من العيود. لأن جالك بعد كده مبدأ عدم التاكل لهيزемبورغ وقالك ان إيه لا يمكن تحديد سرعة وموقع الالكترون في وقتا واحد تمام. دلي هو إيه. مبدأ عدم التاكل لهيزمبورغ. طيب. النظرية ذريحة الحديثة. النظرية الزريحة الحديثة قالت لك إيه. دي اللي جات بعد بور. اللي قالت لك الطبيعة المزدوجة الالكترون. وهي كمان قالت مبدأ عدم التأكد لهايزنبيرج. لسه قلنا بتتكلم عنه. وهي كمان نظرية الميكانيكية الموجية للزارة. الجزئية دي مهمة جدا 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 جدا. وفيش امتحانة هيجي لك مفوش الجزئية دي. يقول لك التوزيع اللي قدامك ده مبدأ الاستبعاد لباولي ولا البناء السعودي ولا هند ولا يقول لك ده بيخالف مين? لا ده بيطابق مين? السؤال ده لازم يجيبك. ركز معايا في الحتة دي مهمة قوي. لما يقول لي مبدأ الاستباعات اللي باولي يا مصدر مبدأ الاستباعات اللي باولي يا مصدر اركز على الاسدواج واحد طالع الكترون طالع واللكترون نازل كمية لو قال لي يا مصدر مبدأ البنات ساعد يبقى انا عايز من الاقل سم الاعلى من الاقل سم الاعلى من الاس سم البي سم الدي سم الاف مش فاهم يا مصدر من الاقل سم الاعلى يعني انا املي ده وبعد كده ده وبعد كده ده يعني مسلا لو قدامي ادى اا ادى عدة اربطالات تمام ادى الشكل بتاعه تمام املي ده وبعد كده وبعد كده ده وبعد هو نافذها من كده ده ما تقوليش بقى امليه واحد امليه اتنين امليه واحد طالع ونطول ممكن تمدا وقي نافذها انا نماش اي مشكلة ان انا الفكره عندي انك تملي من الغريق الكبير بس يعني ما تأغذيه ده فضل وتقدم دخل على البعض طيب قاعدة هند قاعدة هند قالك انا اوزع فودا كدا اوزع بالشكل الى قدامك قدما تمام فودا ما تقوليش ايه ما تقوليش اوزع الزواج الاول افراضة وبعد كده ازدوج الحتة دي مهمة جدا او يا شباب مهمة جدا انقلها الحتة بقى جزئية تانية وهي التوزيع بتاعنا ده اللي هو الدرس التالي التالي الدرس التالي جان بيقولك التوزيع اول حاجة 1S2 بعجية 2S2 2B6 طبعا دي مهمة جدا جدا وحط العشرة دي عشان تساعدك تساعدك على طول تجيب تجيب عدد الالكترونيات بداعته لنصر بكل سهولة 3S2 بعجية 3B6 4S2 3D10 وبعد كده 4B6 بعجية 5S2 4D10 بعجية 5B6 6S2 عندنا 4F14 وكمان 5D10 و6B6 و5S2 و5F14 و6D10 و7B6 تمام ده اللي هو التوزيع بتاعك في توزيع بها اللي هو الاسهل اللي هو التوزيع الاقرب غسخة بس خلاني الاول نشوف مين نشوف الان والل طبعا الان هما ايه عدد المستويات الرئيسية اللي هو الKLM معلش سويني حلونا نشرح هنا طيب الان اللي هي مين الان اللي هي عدد المستويات الرئيسية المستويات الرئيسية اللي هي مين اللي هي الKLMN تمام تمام طيب دي اللي هي ايه دي اللي هي الان طيب مين الال الال بتاعتك اللي هي الاس بصف والبي بون والدي بتو والف بسري جميل طيب مين هو الام ال الام ال اللي هو مسلا لو انت بتتكلم لي عن البي البي في كام في تلات اربية تلات يا مصر طيب التلات اربية تلات ده مش عندك ده بصفر وده بسالب واحد وده بموجب واحد طيب بدل اسمها الام ال الام ال ده والام ال ده والام ال ده ده كلهم اسمهم الام ال طيب ال ال طبعا بتاع البي جنب وان والام ال عندك بسالب واحد وعندك صفر وعندك موجب واحد طيب الام اس بكام طبعا الام اس الام بيبقى موجب نصف امه سالب نصف. طيب. كده احنا شرحنا الحتة دي. طيب. نشوف بقى تاني حاجة. الاس بيوزع كام اربطال واحد واثنين الكترون. البي بيوزع كام. بيوزع سكت الكترونات وثلاث اربطالات. طيب الدي بيوزع عشر الكترونات وخمس اربطالات. طيب. الاف بيوزع اربعتاشر الكترون و سبع اربطالات. بتقسم على الاثنين. طيب. التوزيع الاقرب غاز خامل عشان لو انت عايز تختصر اللي فوق ده مش. يعني مسلا لو جالك عنصر اللهم صلى عندي بي. خبسة وتسعين مسلا. آآ الله صلى عندي بي ستة وخمسين مسلا. او ستة وتمانين. توزعه ازاي. هتفضل توسع كل ده. ده هاخد منك وقت كتير في الامتحان. فقال لك خلاص نوزع الاقرب غاز خام. طيب. اقرب غاز خامل يعني مسلا يونت عشرة وبعكاس سري اس تو وبعكاس سري بي سكس طيب. ارجون طوانتاشر فور اس تو سري دي تن وبعكاس فور بي سكس طيب. عندك كوريكتون ستة وتلاتين فايف اس تو فور دي تن فايف بي سكس طيب. يا شباب لو انت مش فاهم حاجة فانقلهم انقلهم مهمين جدا. لكن لو انت متابع معنا حلقات الحل فتعرف ان الكلام ده مهم جدا. لو انت مش عارف بقى استخدامه فتابع معنا حلقات الحل شاء الله. ا اه اكسي ا 4 و 50 طبعا ده سكس اس تو بعكاس اف اف او اف او فورتين و بعكاس وايف دي تن طيب عندنا رضن طيب هو ستة وتمانين. 5 است تو 5 اف اف او اف او اف سكس او اوف انا فايف بي سكس. تد احنا خلصنا تتوزيه او يعتبر خلصنا الباب الاول. طيب. نروح بقى للاجزاء بتاعتنا او التكات بتاعتنا. حاجة اسمها وان وين وين. ايه هي وان وين وين ده يا مستر. طيب جميل او. وان وين وين يعني افهم بس معايا كده. عندنا في النحاس والكريبتون والأجي والأمو والأيو والجي دي. طيب. كل العناصر اللي قدامه جديد بنعمل فيها ايه بنوان وين. مش فاهم. عندك السيو النحاس. النحاس بكام لو رحت ليه. الله ما صال لعنبي لو رحت ليه الجدول الدوري بتاعنا لان هو تسعة وعشرين طيب. ممكن توزع التسعة وعشرين بتوع دول او تسعة وعشرين. تعال نوزع اهو. التسعة وعشرين نوزعهم مسلا بيه الشكل ده طيب. هنوزعهم زي ارجون تمنتاشر بعد كده يبقى كده عشرين. وانت لسه قيل ان هو ايه? قيل لان نوع تسعة وعشرين. طيب انت كده قلتلي ايه? قلتلي النوع عشرين. خلاص يبقى سري دي ناين. طيب سري دي تسعة. سري دي تسعة. اهو سري دي تسعة. قبليها ايه? قبليها قبليها فور اس تو. طيب. قبليها فور اس تو. طيب هنا عندك 2 وعندك دي 9 لا ما ينفعش قالك اخلي دي 10 اخلي دي مستقرة ودي 1 عادي تاني قالك ايه قالك اخلي دي مستقرة ودي 1 عادي يعني مثلا هي جانت 4s2 ايه 3d10 ايه 9 معلش تمام فهنا قالك لا اه كده غلط الشكل اللي قده غلط لا ده اخليها 4s1 وبعي كده 3d10 ما لها بقى حالة شزة تمام تمام يبقى هنا ايه بعمل ايه بوان وين بوان وين كان وين بوان في كل الغناصر اخلي دي 3d10 جدل والاختصار بتاع عندنا اول حاجة ع毅 بعد كده ring رقم اتنين للعناصر الممثلة ايه هي العناصر ممثلة عناصر الفائتتين s كv عناصر الفئتين بس تركز بقى انهم ايه من 1A لحد السيفن ايه معايد الغازات الخاملة طيب العناصر الانتقالية الرئيسية اللي هي عناصر الفئة دي جميل والعناصر الانتقالية الداخلية هي عناصر الفئة امتى تكون الزرة مستكرة الزرة مستكرة في تمت الامتلاء نصف ومتلئة فارغة معلش الشباب اللي عايزين يمشوا قربنا نتخلص ما تقلقش لسه 30 دقيقة بس لسه ربع ساعة وانخلص تمت الامتلاء ونصف ومتلئة وفارغة يعني ايه تمت الامتلاء يعني مثلا عندي أوربيتال بالشكل ده الأوربيتال مثلا بتاع البي عندي تام الامتلاء يعني عمل بالشكل ده تمام كده ايه كده اسمه تام الامتلاء طيب طيب حلووي يعني النصف ومتلئة بتكون يا مستر مثلا ده برضو البي تلت أوربيتالات اهو تلت ايه تلت إلكترونات يعني كل إلكترون بيتوزعين فرادة تلاقي كده متوزعين فرادة طيب لو فارغ فارغ يعني عمل بالشكل ده كده اهو ما فوش حاجه يعمل اكسيد حامضية اكسيد قاعدية اكسيد مترددة يبقى احنا دلوقتي دخلنا عالدرس الايه? الدرس التالت خلاص يا معلم ما عادش اللي ايه? ما عادش بس لجزء صغير كده من الدرس التانية ايسا ما قلناهوش والدرس الرابعة وانخلاص اكسيد حامضية يعني ال CO2 والSO3 اللي هو الكابريت وكمان الله ما صلى على النبي اللي هو الكربون سلي أكسيد الكربون وسلي أكسيد الكابريت وكمان النيتروجين عندنا نA2O ده اللي هو أكسيد قاعدة اللي هو أكسيد السوديوم وكمان أكسيد البوتاسيوم K2O وكمان MGO لازم تكون عارف الشكل بتاعهم لأن طبعا لو جاء لك أكسيد حوامديها وكسيد قاعدة هيجيب لك الأشكال دي يقول لك مثلا عايز معادلة ودخلي أكسيد حوامدي تاخد واحد من دول علشان يا عمي ما تعدش تدور كتير طيب أكسيد مترددة جاب لك واحد من دول وقال لك ده أكسيد حوامدي ولا قاعدة ولا متردد مثلا جاب لك الزينك أكسيد الزينك وقال لك ده إيه طبعا تقوله ده متردد طيب وAL2O3 أكسيد الفضة تمام عندنا كمان الانتيوم اللي هو إيه SB2O3 وعندنا كمان القصدير SNO ده اللي هو إيه أكسيد متردد طيب معلش الAL2O3 أكسيد الألمونيوم علشان إيه شان اتلغبط ماش نروح بقى لجزئية مهمة جدا 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 طيب الشكل اللي قدامك ده يا مستر بيعبر عن إيه الشكل اللي قدامي ده بيعبر عن خمس درجات من كل امتحان أو كل بوكلايت انت بتحله تاني بيعبر عن خمس درجات مهمين جدا ممكن هدعونا إزيه يا مستر ركز معي ده عندي في إيه ده عندي كده المجموعة عندي كده الدور عندي في المجموعة في المجموعة لما بمشي كده عندي في المجموعة الكلام ده مش هتشرح تاني عندي في المجموعة لما بمشي كده إيه اللي بيحصل بيزداد نصف الكتر حلو قوي يعني نصف الكتر بيكون عامل كده يبدأ أنه يزداد 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 إلى مالة نهاية جميل قوي طيب عندنا يزداد الخاصية الفلزية دول مين اللي بيزداد أما بيقل قوة النواة الفعالة ركز قوي بيقل جهد التأيون يقل السليبات القربية يقل المين الالكتروين طبعا دول كلهم مع بعض ومعهم قوة النواة الفعالة وكمان الخاصية الفلزية وضيفها معهم تمام يلا بقى كده إيه نطبعا نقلتها نروح بقى على الجزء التاني ده فين يا مستر وأنا ماشي في الدورة شوف أنا ماشي في الدورة إزاي ماشي كده ركز أنا ماشي بالاتجاهه ده كده ماشي في Littleifications ده كده تمام وأنا ماشي بقى كده اللي بيحصل بتزداد الخاصية الفلزية إيه يا مستر دعكس الكلام اللي فوق بالزبط تمام احنا جلنا بنقول فه إيه بيزداد نصف كتر لا هنا بيقله نصف كتر بيقله الخاصية الفلزية غير كده ايه بيزداد يزداد قوة النواة الفعالة يزداد جهد التأيون يزداد السليبية الكهربائية يزداد الميل الإلكتروني تزداد الخاصية اللافلزية معلش يا مصر انت بتكلم بسرعة لا انا ما بتكلمش بسرعة الكلام ده المفروض انك عارفه بس ممكن اللي يكون جديد عليك اللي هو الخاصية اللافلزية ما كنتش منطبقها عندك وكمان قوة النواة الفعالة وخاصية الفلزية تمام؟ قدنا قلنا قلنا الخاصية الفلزية زي نصف كتر اما اللافلزية زي الميل والسليبية وجهد التأيون وكمان قلت لك ان في حاجة اسمها قوة النواة الفعالة ودي بيكون عكسية مع نصف كتر لازم تكون عارفة قوة النواة الفعالة بيكون عكسية مع نصف كتر مصدر اسئلة برضو ممتاز طيب نيجي بقى لاخر درس يا مستر هو عداد التاكسود والدرس ده برضو في شوية لك كتير كده. ايه هو التاكسود يا مستر طيب التاكسود اللي هو مثلا عندك اكسيد عادي اللي هو زي الاو مثلا ده كان بسلب اثنين طيب جميل. انا بقى هديك شوية مجموعات بيقولك كتير اوي هم ايه هم الهايدروكسيد والنيتريت والكربونات والبكربونات والكابريتيت والفوسفوت والفوسفات معلش والكرومات ولسه في اثنين كمان بس في صفحات تانية. طيب الهايدروكسيد اول حاجة اللي هو اتش سالب واحد. ده اللي هو ايه? ده اللي هو عدد التاكسود بتاعه سالب واحد. طيب الان او سري بص على بعضه كده بان ما تفضل يا مستر انت هتجيب لي الاتش باعي كده هتجيب لي الو عشان ايه? عشان ايه? عشان ايه تقول لي ده موجب واحد وده بسالب اتنين يطلع بسالب. عشان ايه? انت هجيبها على بعضها كده تمام? ان او سري بسالب واحد. ان او تو بسالب واحد. سي او سري بسالب اتنين. اتش سي او سري بسالب وا سالب 3 كرومات سالب 2. دميل او. خلينا بس نكمل الباقيين وبعد كنا هندخل على الجزئية دي. عندك جزئية مهمة قوي اللي هي اسمها باروماناجات البوتاسم اللي هي ايه مصدر. الاختصار بضعة م او فور جعل تجد فقط في بوكلايت لازم تكون عارفها بيكان بسالب واحد. م او بسالب واحد. باروماناجات اللي هي بيكان بسالب واحد. طيب. الالومنيوم اللي هو ان اتش فور موجب واحد. ان اتش فور بيكان بموجب واحد. اما الام ان او فور بسالب واحد اي عنصر اي عنصر ان او تو سي اللي تو اي حاجة تو او اي حاجة الوحدها مش لازم تو يعني مسلا لو ان اي بس كده الوحدها وعايز تجيب عدد تاقصب بضع بالصفر بصيفر تمام تمام اكيد مش هتنساها بقى طيب مجموعة الهلوجينات ايها مصر هي الهلوجينات دي بص كده معاي في الجدوى للدوري اه ده الجدوى للدوري بتاعي عندي الجنب العناصر الخاملة الشكل ده هو اسمه ايه لافل الزات الهلوجينات طيب لو فلور كل Brewmute تمام? ملهم بقى الاربع عناصر دول عدد تاكسب بتاع هم سالب واحد طيب منرجع تاني لكلام بتاعنا وكدنا بنتكلم عن المجموعة 1ة والمجموعة 2ة والمجموعة 3ة لها اي فى كده 1ةW数ати 2ة واضب 3ة تمام ملهم وهلغد بصرفت الموجب واحد 2ة موجب 2ة 3ة ب esquراً بومتظرnejار بالنسبة الفورة يوجد Body, closedūpe a and 2ing, more than 3め هو تعالي الفورة اي بmatic اي بقى موجب اي بقدد الد place mãستردة"? طبعا اللي بعد كده مجموعة الهالوجينات وبعد كده العناصر الخاملة ودول قلناها طيب لو عندك بقى ال HCL طبعا دي مركبات على بعضها بمجاب واحد عندك ال ALH3D بسالب واحد ال CAH2 بسالب واحد ال NH بسالب واحد طيب طبعا دول قلناها كده يا شباب بفضل الله نكون خلصنا مراجعة المنهج تانية سنوي الكمية ايه ده مصر هو ده بس المنهج اه ده بس المنهج بتاع البيب الاول اه عايز بردو اعرف هل الفيديو اعجبكم ولا الفيديو معجبكمش هل المجهود اللي انا عملته ده اعجبكم ولا لأ لو عاجبك الفيديو فياريت لايك وسبسكرايب لان انا مساعتها بجهزلك في الملحظة في المراجعة دي وفي الملخص ده وبصور الفيديو ويبقى منتش الفيديو ويكمان ببعط الفيديو وديرات القناة كل ده علشانك انت فياريت ما تبخلش علينا بلايك وسبسكرايب ويكمان كومنت حلو دعوة جميلة منك ويا ربنا يوفاكم يا رب ولو ما شفتش مراجعة الفيزياء مهمة جدا الفيديو موجود في الوصف ويا رب اشوفكم دكاترة واشوفكم مهندسين واشوفكم كل اللي بتمنوا والسلام عليكم واشوفكم ان شاء الله في حل بوكلايت 8 من كتاب الكيميا ان شاء الله لسا لنا 8 وتسعة وعشرة والسلام عليكم